مشاعر ودية للغاية في استخبار رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فيدريكسن والحقيقة أن العلاقات المصرية الدنماركية هي علاقات أيضا طويلة وممتدة وكان فيه مواقف إيجابية مختلفة في أولا تعاون ثقافي كبير وفي المحادة الدنمارك هنا في القاهرة مهتم دائما بأليات الحوار عندنا كمان تبادل اقتصادي كبير الدنمارك ليها باع طوي في المجال التقل المتجددة وأيضا دولة منتجة بناخد منهم بضايا كتير للسوق المصرية وبنصدر لهم الخضر والفاكهة كمان فيه علاقات مهمة جدا على صعيد وقف الهجرة غير الشرعية وكان فيه إيشادة دنماركية دائما بجهود مصر في ذلك المجال ويمكن ست الرئيس أشار لهذه النقطة بعناية أيضا كان فيه ترحيب كبير من ملكة الدنمارك وأيضا من الحكومة الدماركية بتولي مصر مهمة كوب 27 وكان فيه أيضا تعاون ودعم المصر في هذا المجال ومجالات البيئية هذه طبعا أو قيمة التبادل للتجاري بتصل أحيانا لـ 25 مليار جنيه وأيضا لا يسبب القيمة القليلة لكن مرشحة أن هي كمان تزداد كل دي عوامل يمكن البناء عليها ويمكن أيضا دفعها للأمام بمزيد من التعاومة بين الدولتين الصديقتين احنا كمان النهاردة وجهت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته لزيارة مصر وقالت أشكر رئيس لدعواتي لزيارة هذا البلد الجميل ونحن تباحثنا من أجل إيجاد حلول تغير المناخ والطاقة الخضراء واعتبر مصر شريقا قويا لدنمارك وأوروبا في هذه القضية كمان أضافت رئيسة الوزراء الدنماركية في مؤتمر صحفي أيضا المشترك مع سيادة الرئيس أنه الهجرة من التحديات المشتركة الأخرى التي نواجهها ومصر كمان لها دور كبير مع دنمارك والاتحاد الأوروبي في هذه المسألة ويسعد التعاون المهم مع مصر في الصيدرة على الحدود ومواجهة تهريب البشر اشتركوا في القناة